موضوع التجسس وكننا حكيا فيه قبل هو موضوع التجسس الفرنسي ومعناها انتلاق من السومارين التونسي نحو عديد البلدان الافريقية الاخرى طو نشوفوا في المعناها هذه الصورة هذه تبين ساعة ازم التونسة يعرفوا الاتصالات اتصال سواء بالصوت او بالانترنت 99% منهم موشي عبر القمر السناعي عبر الكوابل البحرية واحد في المئة بركة يصير عبر لقبان السناعي قيمة منتاع الكابل قيمة كبيرة برشا ونشوفوا هنا في الصورة اللي بالالوان المميزة هذوكم عبارة على قنوات منتاع اتصال تحت البحر تربط ما بين البلدان انا في المرة السابقة حكيت قلت رأوا جاء جنرال من الولايات المتحدة الملكية عمل زيارة ورأوا زار معناها وحدات معناها هنا وتبين وتم الكشف على تجسس معناها دي بروتالت متحطين تحطوا على الكوابل لذوما في المياه الاقليمية تونسية ومعناها وهزوهم وحطوهم في المانيا وتبين هما تبعين فرنسا هذو منيج مكونوا تحطوا كان بالغواصات هذي عنده مدة من اللي حكينا فيه الموضوع ذي من تقريبا عام ولا أقل شوية من عام نعم طوال زيارة الاخنانية متاع الجنرال العسكري الامريكي جاء وقت كانت تفكر مشالة برقة وجاءها البحر تخلى على حق البيت وقتها ما خرجتش معلومات معناها في الشنية الزيارة يبدون يفهمها تقاوا معناها وحدات تعدى تجسس أخرى في المياه الاقليمية تونسية في المياه الاقليمية تونسية فمت كيفية تجسس فرنسي فرنسا متعودة هذين شوفوا فيه الخط الكابل اللي نحكيب عليه يخرج من العديد من الأماكن من أوروبا ومن شمال أفريقيا ويتعدى يدخل لمصر ويمشي البحر الأحمر ويمشي ملاهي يمد الهند ويمد حتى الخليج بدكش يدور حتى يدور الخليج العملية تجسس هذه ولا زيارة على الكابل هذوم وكانت بأمر من ساركوزية وكان وصحهم هولا هذاك في المرحلة السابقة لك من بعد ولا يتجسسوا بطريقة دورية وأغلب التجسس راو اقتصاد يا انتي ما أنا عندك وزير النقل هز تليفون وكلم رئيس الحكومة نقول له سيد الرئيس راو عنا برنامج بش نشير طيارة ولا زوس راو عنا نقص وكذا بش نبعث لك مراسلة يكبتيوا المكلمة ديك وغضوة رئيس الحكومة تصبح قدامه واحد يقولوا يا سيدي هاي عندي طيارات تقول لبيعه بش نعملك تخفيض ولا كذا هكا تصير العملية وانت كيفية يسمعوك شف تشري شف تاخد كذا مغضوة يصبحوا لقدم الباب البيرو هاي سيدي هونو انتي ما كحاشتك هاو نعطيك يجيبونك يجيبونك للباب هاكا يعملوا تجلسوا على مجالة الاقتصادية اللي هاتني كيف كيف تجلسوا على المسؤولين وتجلسوا على المكلمة تع المواطنين وتكلموا مع الناس وذي سلطان تنصية ما في بالهمش به وإلا ما هو ما سامحين به هذي معناها مغططع صحفي فرنسي من جارة الإكسبريس هذو معناها شوية لوم متاع الصحافة الفرنسية شوية في قلب لوم اللي تكشف الموضوع والفرنسيين تبينوا انهم قاعدين يتصنتوا على العالم في المكلمة على العالم الصورة اللي بعدها كما ترشمانا كيف كيف معناها مقال صحفي اخر متاع الابسيرفاتير يبدوني فيه هذه المؤسسة الامنية اجهزة اخبارات الخارجية الفرنسية يبدو لي واضح العنوان دي جا مانا يحكي على كل شي اجهزة اخبارات فرنسية يستعملوا في الغواصات يحطوا في البروتال على كابل ويسمعوا مانا بيترخيص من سلطات تنسية ولا دون علم با انا مش اقول لك حاجة ان شاء الله ما نقول شانا غالط يبدو فهم جهة تنسية في بالها يبدو احد المسؤولين من جمشي كون ما في بالوش على الاقل نعطيها الصيغة افضل من جمشي كون ما في بالوش والسيدة دي حبو يتم تعيينه في احدى الاماكن ولكن ما تمش قبوله لكن السلطات التنسية اصرت البشي تعيين وهذا فهم غريب اذا كان امر غريب فالعادة السلطة كنت بعثوا احد ما تقبلش ما تقبلش معناها الاسرار على تعيين شخص معناها تقعد بهت او طوى يبدو لي فيه فما علاقة بين هذا وهذا لا ما فهمت شيء يعني بكل هو الغاز كنت تحكي فيه لا لا مش الغاز اخر مرة اخر اخر اللي بروتالي اللي تشدوا من جمش يكون جانب التوانسة المختصين من جمش يكونوا في بالوش يبدو هذا هو واللي دور حوله الشبهات هو شخص بعثوه بشي تعيين في احدى الامك في سفارة فرنسا لا 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 اسؤال ما نقولك شوي بعثوه السلطة بشي تعيين معناها كمسؤول في احدى الامك رفضوه السلطة شدد لا شدد صحيح لا لا مش سفير لا لا مش تحكيه السفير لا لا مسؤول مسؤول من المسؤولين الحامل السلاح نعم من المسؤولين الحامل السلاح نحكيه على المسؤولين الحامل السلاح كيف تم تعينه في بعضه بقوة آخر هذا يباين ربما فما علاقة بين هذا وبين هذا